موسيقى النشر الرئيسية من الفضائية التربوية مساء الخير البداية مع العنوين موسيقى وزير التربية يعقد اجتماعا افتراضيا مع مديري التربية في المحافظات موسيقى هيئة التمييز والابداع تصدر نتائج الاعتراضات على اختبارات المرحلة الثانية من منافسات الولمبياد العلمي السوري موسيقى اهلا بكم تحضيرا لامتحانات الفصل الدراسي الاول للعام دراسي 2020-2021 واستعدادا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد وحرصا على العملية التربوية اعقد وزير التربية الدكتور داريم طبع اجتماعا افتراضيا مع مديري التربية في المحافظات كافة حيث ناقش المجتمعون التحضير الجيدة لامتحانات الفصل الدراسي الاول لمختلف الصفوف وتأمين الاطور التعليمية ومستلزمات العملية التربوية ومعالجة النقص وملأ الشواغر والتحضير الجيد لمشروع دورات الاستلحاق للصفين التاسع التاسع الاساسي والثالث الثانوي ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية وفق البروتوكول المعمم من قبل وزارة التربية لمواجهة وباء كورونا وزير التربية شدد على ضرورة تأمين جميع المستلزمات لاتمام العملية الامتحانية على اكمل وجه خاصة ان التجربة الحالية ستكون صعبة في ظل ظروف جائحة كورونا كما ركز وزير التربية على عدد من الصعوبات التي واجهت الفصل الدراسي الاول وضرورة تلافيها في الفصل الثاني طلبت وزارة التربية من مدرياتها في المحافظات كافة التأكيد على مدري المدارس جميعهم الالتزام بالتقويم الدراسي للعام الدراسي 2020-2021 وبينت الوزارة ان دوام التلاميذ والطلاب في الفصل الدراسي الاول يستمر حتى يوم الثلاثاء في الخامس من كانون الثاني لعام 2021 لتبدأ الامتحانات في السادس منه وبذلك تكون العطلة الانتصافية اعتبارا من يوم الجمعة في الخامسة عشر من كانون الثاني القادم وتستمر حتى يوم السبت في الثالث والعشرين منه على ان يبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثاني يوم الاحد في الرابع والعشرين من الشهر ذاته كما شددت الوزارة على ضرورة الاهتمام بالواقع الصحي للمدارس ومراقبة تطبيق الاجراءات الصحية وفق البروتوكول المعتمد لضمان صحة الابناء والأطر الإدارية والتدريسية أصدرت هيئة التميز والإبداع نتائج الاعتراضات على اختبارات المرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد العلمي السوري وبينت الهيئة أنه بعد استقبال جميع الاعتراضات والتي بلغت مائتين وعشرين اعتراضا أعادت لجانو العلمية تصحيح الأوراق وعليه تم قبول اعتراض الطلاب الواردة أسماؤهم باختصاص المعلوماتية وهم محمد علي حاج حسين من محافظة حلب زين علي محمد من المركز الوطني للمتميزين عبدالله المصري من محافظة حمص ليصبح متأهلين إلى المنافسات النهائية لموسم عام 2020 والتي ستقام خلال العطلة الانتصافية المدرسية في الفترة ما بين السابع عشر من شهر كانون الثاني القادم من عام 2021 حتى الثالث والعشرين من بمشاركة مائتين وخمسين طالبا في كل من اختصاصات الرياضيات الفيزياء الكيمياء المعلوماتية وعلم الأحياء أربعة مدارس في حلب استضافت الامتحانات العملية لمادة التطبيقات المسلكية لطلاب المعهد الرياضي السنة الثانية أحد معاهد وزارة التربية دياق الدور والتفاصيل أنهى طلاب السنة الثانية في المعهد الرياضي بحلب امتحاناتهم العملية لمادة التطبيقات المسلكية والتي بدأت في الثالث عشر من الشهر الحالي ضمن خطة وزارة التربية بإقامة الفحوص العملية والنظرية للطلاب وفحوص التطبيقات المسلكية لطلاب السنة الثانية والأولى تمت إقامة فحوص التطبيقات المسلكية من الفترة من 13 لغاية 24 من شهر 12 2020 تم إجراء الفحوص على أربع مدارس للبنين أربع مدارس للبنات معدل كل زمره عنه من 10 إلى 12 طالب أو طالبة 45 طالبا خضعوا لهذه الامتحانات وتم توزيعهم على أربع مدارس ضمن المدينة بعد فحص القبول صار عنا تعداد طلابنا بحدود 210 طلاب ما بين سنة أولى وسنة الثانية وطبعا حاليا نحن في طور امتحانات مادة التطبيقات المسلكية وأعداد طلابنا إن شاء الله يكونوا مدرسين فعالية ما بين تطبيقات المسلكية فصل الأول ونخرجهم بإذن الله يكونوا فعالين بالفصل الثاني اليوم طلابنا جايبين على المدرسة عنا فتحة تفحص مدة 10 أيام طبعا نحن عدناهم خلال عمدار السنة عدناهم لحتى يكونوا مدرسين ناجحين لأنه من هون نقطة البداية عنا نحن المدرس الناجح بدي يبني عنا جيل جديد هذا أماني في رأبتنا راح نعده لحتى يحسن يتصرف معه لأنه بداية الرياضة في سوريا تبدأ من الطفل من هون المعهد الرياضي هو أحد المعاهد التابعة لوزارة التربية والتي ترفض المدارس بكوادر مختصة من المعلمين لمادة التربية الرياضية نشرتنا مستمرة وفيها أيضا عمل مسرحي عن اتفاقية حقوق الطفل قدمه أطفال مدرسة سليمان الحلب بحلب انطلاقا من أهمية التعليم المهني واهتمام وزارة التربية به نظرا لدوره في النهوض بالوطن علميا واقتصاديا كاميرا التربوية زارت اختصاص تقنيات الحاسوب في ثانوية الشهيد نورس عبد الباقي في السويدة وعادت بهذه التغطية بعد ثلاث سنوات من التأهيل العلمي والعملي تنفتح الآفاق أمام طلاب اختصاص تقنيات الحاسوب انطلاقا إلى معهد تقنيات الحاسوب أو كلية الهندسة المعلوماتية وكلية الهندسة التطبيقية أو إلى سوق العمل أي طالب بتقنيات الحاسوب ممكن أن يكون له مستقبل من حيث البرمجة كثير من المبرمجين على مستوى العالم حققوا إرادات مادية أو حققوا طموح معين بالبرمجة أو بباقي الاختصاصات وعملنا نحن عبر المنصات والعمل الإلكتروني الشباب اللي بيفوتوا لعنا كطلاب بيتخرجوا من عنا بيقدروا يفوتوا على كليات الهندسة المعلوماتية وفي قسم منهم بروحة كليات الهندسة التطبيقية هذه الكليات اليوم كلها فرصة مفتوحة بالعالم وخاصة عنا هون يعني كل مهندسينا وكل طلابنا الخرجين بيتوظفوا إذا بدون يتوظفوا بيقدروا يشتغلوا الشركات خاصة كلها بتطلبها تؤهل سنوية الشهيد نورس عبد الباقي لتقنيات الحاسوب بالسويداء الطلاب نظريا وعمليا في 18 مخبرا موزعين بين الصيانة والبرمجة وتمديد شبكات الحاسوب والنظم المنطقية وبرمجة الإلكترون ليكون الطالب مطلعا على كل ما يخص بنية الحاسوب وبرامجه وصيانته الاختصاص بيساعد طلابنا كثير بالنسبة للحياة العملية لأن مجرد أنهم فاتوا على سوق العمل رح يكون بإمكانا هني إن كان رغبتهم بدون بمجال الشبكات بيحبوا هني الشبكات فهني هون صار بإمكانهم تصميم شبكات إن كان صياني أو برمجة أو حتى التعامل مع أي شبكة غير هيك بالنسبة للبرمجة تصميم أي برامج هني بحبوها بالإضافة لصيانة الحواسيب صيانة أجهزي اكتثبت أنه بصيب نعرف نعمل أي برنامج أو أي لعبة بناياها أو بتغطر ببالنا بنقدر نصلح أي كمبيوتر قدامنا خربان في أي عطل بنقدر نعمل أي شبكة أو بصير عنا معلومات عن كثير شغلات نستفيد منها لمستقبل إدارة الشبكات صنعنا نعرف ندير أي شبكة بنقدر نحدد لأعطالها ونفس الشيء إذا ما نجي لتصميم مواقع فينا نفتح أي موقع ونقدر نصمم ألعاب أو أي شيء برنامج ثاني يؤهل هذا الاختصاص طلابا بما يتلاءم مع الحاجات المتغيرة لسوق العمل ومع التطور التقني المتسارح وبما ينعكس على النهوض بالوطن وإعادة إعماره للتربوية السورية سماهر دانون السويداء في الذكرى الرابعة لانتصار حلب على الإرهاب قدم أطفال مدرسة سليمان الحلبي عملا مسرحيا بعنوان ومضات تحدث عن اتفاقية حقوق الطفل الكاميرا التربوية كانت هناك وعدت التقرير الآتي بمناسبة الذكرى الرابعة لانتصار حلب قدم طليعي وحدة سليمان الحلبي عملا مسرحيا على مسرح صالة معاوية بعنوان ومضات اليوم حضرنا عمل مسرحي لأطفال حلب بمناسبة نصر حلب الحقيقة هل أبطال الصغار هنن النصر الحقيقي اليوم ولدوا عاشوا في ظل إرهاب في ظل حرب لكن هذا الشي ما خفف من عزيمتهم بجهود أكيد أسرهم والكوادر التربوية اللي حافزت على تعليمهم خلال فترة الحرب لكن أيضا اليوم عم ببرهنولنا أنه يولد الألم من رحم الإبداع أراد أبناء الأطفال أن يقدموا هذا العمل مسرح رسالة للعالم أنهم مهما عانوا من آلام هذه الحرب التي ولدوا وعاشوا من خلالها لكن هذه الحرب صنعت منهم رجالا أبطالا يؤمنون بوطنهم يؤمنون بقائد الوطن يتحدث العمل عن اتفاقية حقوق الطفل والتصميم والإرادة ودورهما في تحقيق الأهداف وإحراز النجاح اليوم من خلال هذا العمل المسرحي الرائع وهم يتحدثون عن الانتصار انتصار حلب بكل الأصعدة على الصعيد العسكري وعلى الصعيد التربوي وأيضا تحدثوا عن الكثير من القضايا الاجتماعية وعن حقوق الإنسان وناشدوا العالم أين حقوق الإنسان الحقيقة هذه الإسقاطات وهذه الإضاءات عندما تخرج من الأطفال فهي أكثر الرسائل جدية وأكثر رسائل إخلاص في الوطنية عمل طفولي عبارة عن ثلاث مشاهد المشهد الأول بيحكي عن حقوق الأطفال المشهد الثاني عن موضوع الوطن يتسع للجميع نجاحي لا يعني فشلك المشهد الثالث هو عن نصر حلب عمل مميز حمل في طياته العديد من الرسائل والقيم الوطنية وأهمها حب الوطن وقائد الوطن والوفاء للجيش السوري ولتضحيات الشهداء وزير التربية وزير التربية يعقد اجتماعا افتراضيا مع مديري التربية في المحافظات هيئة التمييز والإبداع تصدر نتائج الاعتراضات على اختبارات المرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد العلمي السوري شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة